إلى الموعد الماسيغي الآن اشتركوا في القناة نكون النهاردة عضو في هذا الملتقى الرائع الدولي تحت رعاية سيد الرئيس الجمهورية وسيد معالي وزير الأوقاف وسيد معالي والي بسكرة كل شكوة تقدير لهذه الحفاة في الاستقبال وهذه الحفاة في التنظيم كما أتمنى إن شاء الله رب العالمين أن يتم بتعميم هذه التوسيط التي خرجنا بها من هذا الملتقى أن تشمل جمهورية مصر العربية وتشمل القطر العربي وأن تشمل دولة الجزائر بكل خير وبكل نفع لقضايا المرأة الأفريقية وقضايا المرأة الدعوية موضوع القانون الأساسي للإيمان كسابقة بدأنا نتحدث عنها ووصلنا إلى نتائج ولكن لا يتوقف الأمر عند هذا الحد وسينال الباقي إن شاء الله خير قادم بحول الله سبحانه وعز وجل وقوته ومن جملة ما أمر به السيد رئيس الجمهورية تخصيص سكنات اجتماعية سكنات وظيفية لأسادة الأئمة وتنفيذا لقرارات السيد رئيس الجمهورية الذي وافق الآن على حوالي حصة ألف وثلثمائية سكن على مستوى الملفات المدروسة على مستوى وطني فإن السيد الوالي مشكورا تعهد ببداية تنفيذ هذا القرار من السيد رئيس الجمهورية وسيبدأ توزيع 25 سكن لأئمة بسكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ومن بعدها رب يفتحها لي واني رايح يا ودي وشني شعور ولا قطايرا بالفرحة هذه الرحلة تمنا من 2019 ونحن نستنى فيها واليوم الحمد لله اكتب الحال وان شاء الله ها رايحين ونطلبوا للبلاد والعباد والله ينصر ريصنا عندي 12 سنة وننسجل ان شاء الله واليوم ربي يتقبل من نومك ان شاء الله وربي يلحن كل مؤمن هؤلاء سيرافقون الحجاج في اول رحلة ايمانية ربانية ولهم حسن حج وحج المبرور وذنب المغفور وعودة ميمونة وسيكون في هذه الرحلة الاولى حوالي 100 حاج وحاجة ينقلون من مقر الولاية الى قاعة متعددة الرياضات بولاية الاغواط ليشاركوا الطائرة الاولى التي ستقلع في حدود يوم الاحد على الساعة الخامسة صباحا وكسنت النيضان قدشان وذي تفادينا في حريشنا تفلاحة سيرينار ثمان وين السيد يتفاقوا وذفوا القرارات وجرسنا نصنعني نالحرج نتفلاح ثوك حزن وحريش نتدمسا وكارثي دمولي ثوري قطنموني حنو يقيمنا ابو واحي العتاد هذا لتخزين الحليب لو في زيادة مستمرة وذلك لفضل المجهودات التي تقوم فيها الحكومة في هذا السياق نسيو نوتبو الواتيرا ونزيدو البروديكسيون تعنا نسعو لتحقيق طالب عبر طراب الوطني أصم وارن وطنن الغلاثة نت مورثة أديري سالة سفديغ نتسا ويلاثة ذواللن وساليغا ومان يدي لان سريد سالة ثفا نسان فاران نتفلاح ألد غاضي ثمن أضينا ونزول ذي ينيز مران ديقر رزان ناري وقوض غارث ذم سنتي تتسا مع توجه الجهدي تعدولة للفلاحة أرى أننا نسيباز أكثر على المدخات التي توجهها الفلاحين لا يريد أن نبيعهم أو لا يريد أن نبيعهم مرافقة ميدانية سواء في تكوينات أو استشارات في كل منتوجات والحمد لله أننا نتأمل أن توقعوا بأن البيع سيزيد الساعة ذم ساعة نتزير تزردين دين نسركذ وثمه لنا مجرد أنت يروس نقص نتيجة وذو سنرني غانوزي جو أكاوثما سيثث في الغافية اليوان وإذن قد شانديد في اللحظة سلحار جتساوينات ثاموسني نغيح بوجانديم سنذيين نتفلاحث أجنت التميوي تجانين في الولايات جيتجة لازل نول في نيكتاران نجو ميس نفران أن نس نيرم دوسي سهل أن الدقس الموردية نانعله عن نيلمزيان غار وسنيرم أمن عبد الرحيم يقول نجمة بوكر أجل نول في نيكتاران أجل نوما يتوهجاني وسنيرام تمهوري ذات مريثة يارسل سنة في تمناظين تمناظين يقول خمسة تمناظين وساعة نتمناظة ديسن فاراني يفذل قديش مذويات دوند دوكوفريد مذيسن فاراني قيمان رعا ذوالان ثفاث غفصباء ونفانارا تم إنشاء سبع غابات الاستجمام على مستوى الولاية بمساحة إجمالية تقدر بـ 270 هكتار تم منح الاستثمار لأربع مستطمرين بالنسبة للفراغات الغابية العامة المطلوب من طرف المدرية العامة الغابات تم إعداده وإرساله إلى المدرية العامة الغابات المصادقة على الفراغات الغابية الموجودة على مستوى الولاية كعام الأولي الاستثمار في مجال الصيد تم إحصاء 13 أو 14 منطقة أفوذان الدولة دفدي ناس يقدموا لاني اسم فاراني سنيرا من تشبون أيثي مزياني نزم دون تسويلياتي اللقان ذاينين لانا نلقديش ولفغين سنيرا من لدغ غري المزيان استفت من العكار الصناحي في 2019 وكانت استفت من رخصة البناء في 2021 والحمد لله أراني الآن استخدت رخصة الاستغلال في 2023 تمويل ذاتي للمبرغة 1 ربع ملاير الحمد لله كنات سهيلات من الجمهوركية والضرائب تمويل ذاته تسهيلات كبيرة جداً للمستمارين ندعو المستمارين من الولوج للبوابات تعدوا له طرق الأبواب ما كان حتى إشكال الدولة راح يتعاون راح يتساعد ما كان حتى بيروكراطية ما كان حتى واحد يحبسك فتريك ماذا قلعا شقيرا ونتريريث الولهاني مولاني سنفاراني مقرنان ديني فنن ذاك نشقيرا وذا خلاقا تخبوناي الثذياني نيسعاني جير إفسان سنفارانا نتذامسا استراتيجي إثمورث ترجمة نانسي قنقر